جهزة لانطلاقة الشوطة الثانية استعد الجميع ينطلق الشوطة الثانية على كأس بنك البحرين الوطني لمسافة 1400 متر للجياد العمر الثلاث سنوات فقط لا غير بانطلاقة ثمن من الجياد بانطلاقة ذينا مشارف هي التي تتصدر السباق من البداية بقيادة الفارس جوشو كوين بيال كابل اسود ثم تاتينا في المركز الثاني شروط بقيادة الفارس علي سمير وينما ذيبت تحتل للمركز الثالث بقيادة الفارس عبدالله فيصل بالكابل اسفر والمركز الرابع تاتينا شموخ مع الفارس بريدول والمركز الخامس ختم مع الفارس عدنان جعفر بينما المرشحة الاولى النمر تحتل للمركز السادس بينما سابعا تاتينا ايضا مقصورة هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية ولا زالت مشارف هي التي تتصدر السباق والمركز الثاني تاتينا شموخ بقيادة الفارس بريدول والمركز الثالث هناك محاولات من قبل شروط بقيادة الفارس علي سمير اذا هنا انطلاقت ايضا شموخ مع الفارس بريدول هو الذي يتصدر السباق وهناك محاولات من قبل المرشحة الاولى النمر لكن شروط شموخ هي التي تتصدر السباق الان ومحاولات من قبل النمر مع الفارس حسين مكي لكن شموخ مع بريدول هي التي تتصدر السباق ايها المتابعون الكرام وتقترب من انتزاع الشوط الثاني اذا شموخ هي بطلة الشوط الثاني النمر في المركز الثاني والمركز الثالث مشارف اينما رابعا ذيب اذا المرشحة الثانية شموخ بقيادة الفارس بريدول هي من تنتزع وتخطف صدارة الشوط الثاني من سباقنا لهذا اليوم على كاس بنق البحرين الوطني اذا شموخ المرشحة الثانية هي بطلة الشوط الثاني